يعني إذن إحنا خلينا نقول برضو إنه الشماتة يعني من يشمت فهو يضع في كفة من مات الحسنات والسواب والأشياء الجميلة وبعدين برضو انت جرتيني لحديث جميلة الله ينور بصرتك اللي هو قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا ما الذي رغم عنده ولا متاع قال لا إن المفلس من أمتي من يأتي بالصلاة وصيام وكذا وبحسنات وسيئات لكن ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وأكل ماله هذا فيأخذ من حسناته إلى حسناتهم فإن فانيت حسناته تحمل من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فأخذ هو عمل يأخذ سيئاته للوقت بالضبط على نفسه فكون إن إنسان يموت أولا الموت سبقه ده أمر قدري يعني لأن ربنا هو الله يتوفى الأنفس حين موتها ده ربنا اللي قدر فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إنما إحنا نترفع ونقول حتى لو كان الإنسان بينه وبين آخر خصومة يقول وعند الله يتخف الخصوم بس يقولها سرا لي لأن مش جاهرا لا ربنا علمنا في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء فهذا الترد الأخلاقي لمديت الحياة تراجع الوازع الديني غلبت وبكررها الجنابك ومشاهدينا وأتحملها غلبت التدين الهامشي السطحي التدين المغلوط أو التدين المخشوش أنا باتفق جدا مع حضرتك طيب إذن إحنا متفقين إحنا عندنا مشكلة يعني إحنا مصر دي بلد الديانات والتسامة والسماحة ومصر الوسطية بكل الديانات اللي موجودة على أرض مصر الجميلة وكل علماء الدين في كل دين ولكن أنت بتلاقي أنه يعني مع الاحترام الناس طول النهار تقول قال الله قال الرسول ولكن لا يعملون بما يقولون دي مشكلة يعني يعني المشكلة أن أنا أروح الجامعة وأخرج من الجامعة بس مفروض زي ما أنا رحت الجامعة وأخرجت من الجامعة أخلاقي تكون شبه خطواتي هو الآية القرآنية وضحت ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام لعلكم تتقون الحج فلم يرفض ولم يسخب ولم 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 راجع من زنبه كيوم والدته أمه ده إذا أدية العبادة بجوهرها يعني مثلا الذي يشمت في مصائب الآخرين ولا يراعي حرمتهم ولا يراعي أعراضهم هو نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرم الله يفتع عليك فإزاي فهنا غياب كما قلت وأكرر وأكد الواجع الديني الحقيقي طب عارف لي يا دكتور لأنه الناس الحقيقة تتعامل مع الدين من السطح أي يقرؤون بلا فهم نعم بلا عمل بلا عمق وبعدين تيجي منطقة جهاد النفس لأنه الإنسان أصله ربنا خلقه لكي يتدرب ويتعلم والذين جاهدوا فينا لنفسه ومن خلقه بالزبط